اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مفيش رحمة مفيش غير تكسير الارقام القياسية اللي بتبقى موجودة قبلنا هو ده دائما النادي الاهلي والاعبي عشان كده احنا سوعة ده دائما باستمرار وزي ما بقولوكم يمكن في المباراة التراجي كان فيه اصداء ما بعد المباراة شوفنا رئيس نادي بيستقيل شوفنا مدرب بيمشي اعتقد ان الامور برضو في نادي النجم على المحكة في هذه الجزئية في مشاكل كتير في نادي النجم التونسيين او الاخوة توانسة طبعا وكل محبي نادي النجم اعتقد ان هم في حالة زهول من هذه النتيجة ولكن دائما بنقول في ظل وجود الجمهور الكبير والشكل العظيم اللي كان جمهورنا في الاستاد اللي احنا شوفناه في استاد برج العرب كان عامل يعني فعلا حالة للعيب النادي الاهلي من اول ديئة اما نشوف من اول ديئة والهدف الاول لا دا يا جماعة اللعيبة عندها الطاقة غير طبيعية في سبب الجمهور اللي كان موجود اما نجي نقول فعلا علي معلول ولا وليد ازار له الرجع من المستوى ولا مؤمن اللي كان في احسن حالاته ولا رامي ربيعة اللي ادى دور هايل جدا في هذين مباراة كل اللاعبين عشان منساش طبعا بزار الجهاز الفني طبعا اكيد بشكل كبير كلهم الطاقة دي استمدوها من الجمهور الكبير اللي كان في الملعب عايز اقول لكم ان قبل المباراة اصلا الجمهور بيسأل او هو متأكد وواصق ان فريق ان شاء الله هيكسب على تذكر المباراة النهائية انا عايز اقول لكم ثقة يعني احنا مش مغرورين ولكن هو دا النادي الاهلي هو دا ثقته والعلاقة ما بين الجمهور وما بين اللعيبة هي دي اللي موجودة ان هم واصقين في فريقهم وواصقين ان هو ان شاء الله هيكسب ويكسب بشكل كويس الحمد لله وان هم بيدوروا ان شاء الله على المباراة النهائية حسام البدري وجهازه الفني في شكل مميز جدا أيضا اللعابين نفذوها في شكل جيد جدا جمهورنا اللي كان متواجد بشكل مميز فوق ما كان أي حد يتخيل هو ده جمهور النادي الأهلي هو ده اللي لما احنا بنقول دلوقتي والمهانس محمود طاهر ومجلس دارة احنا عايزين 70 ألف عشان المباراة نهائية هو ده الوضع الطبيعي ويمكن أقل من الطبيعي كمان لأن فعلا جمهور أثبت أنه هو ورى فريقه في كل لحظة موجود بشكل مميز وبينفذ التعليمات وحابب أنه هو يبقى موجود بشكل مسالم بيشجع فريقه فقط لا غير مش أكتر من كده هو ده اللي احنا عايزينه وزي ما بقول لكم إن شاء الله 70 ألف ويمكن لو ربنا أراد ونزيد أكتر يبقى دي حاجة جميلة جدا شفنا تجربة تجربة مميزة جدا شفنا التنظيم شفنا شفنا ممكن يكون في بعض الأخطاء في حتة الدخول الجميلة والتزاكر لكن الحمد لله إن شاء الله المباراة الجاية هتتحسن وهيبقى الأمور جيدة ولكن عايز أكلمكم على المباراة مباراة فنيا يعني الحمد لله هي شبيهة المباراة ممكن إحنا كسبناها بعدد كبير قبل كده لننتذكر طبعا مباراة للأهل وزي ما يكسب 6 واحد والدقائق الأولى في دية الأولى وهدف كابتر ريضة شحاتة والمباراة تسهلت هو ده اللي احنا كنا من خلال الأسبوع اللي فاته وإحنا بنتكلم فيه إن انت ممكن تسهل على نفسك مباراة ممكن تبقى صعبة تخيلوا لو المباراة إلى حد ما الهدف ده تأخر مثلا ربع ساعة أو تلت ساعة فريق النجم كان هيبقى عمل إزاي أكيد الهدف ده أربج بشكل كبير حسابات النجم السحلي في المباراة أربج بشكل كبير كمان الهدف التاني اللي احرازه وليد أزاره وراه على طول فبالتالي اللعيبة أكيد سواء إحنا بقى عندنا المعنويات ارتفعت النحية التانية المعنويات قلت بشكل كبير التركيز عندنا ارتفع بشكل كبير زي ما بقولوكم ما بقى عندنا حتة الله رحمة في حتة إنه خلاص لما بيبقى في الفريسة موجودة إحنا مش هنرحمها مباراة فريق النجم إحنا أثبتنا إن إحنا فريق كبير من خلال وجوده بعد الهدفين أو الهدف الأول دي فريسة لازم نستغلها بشكل كبير لازم نقصر رقم قياسي في هذه المباراة من خلال الأهداف وده اللي حصل فعلا بشكر كل العيب بازل مجهود أقصى مجهود عنده بشكر الجهاز الفني الجمهور مجلس الدارة اللي كان موجوده بيقازر الفريق واللي دايما موجود باستمرار سواء بقى في تمرينة أو في محاضرات تحفيزية هو ده اللي احنا منتظرينه دائما سواء بقى من مجلس الدارة من جهاز فني من جمهور كل ده احنا موجودين عشان ندي التحفيز ده ولكن طبعا مباراة جيادة كانت حسن بادي طبعا كل الناس كانت بتكلم على تشكيل مين هيلعب مين مكان حسن عشور هيلعب مين مكان أحمد فتحي هيلعب مين مكان هل هيلعب أزار ولا هيستنى عليه شوية كانت حسن طبعا هو الأعلم الفريق هو الأعلم بكل جزء في الفريق الأفيد ليه هيكون ايه كانت حسن بادي طبعا بالشريف إكرامي محمد هاني سعد سمير محمد نجيب علي معلول رامي ربيعة وعم رسولية وامامهم مؤمن زكريا وصالح جمع كبداية وأيضا أجاييه وامامهم وليد أزارو ولكن طبعا رامي ربيعة لازم اتكلم عليه برضو لأنه مبارح يعني فعلا رامي قام بدور مهم جدا جدا في الملعب وهو دور حسام عشور لازم نتأكد أن حسام عشور مش أي حد ممكن يقوم بالدور ده ولكن رامي ربيعة مبارح فعلا يعني تقلق بشكل كبير بالرغم أنه ممكن ما بيلعبش كتير في المكان ده ولكن هو لعب فيه قبل كده ولكن بقاله فترة ما بيشاركش فيه هذا المكان قام بدور مهم جدا جدا رامي ربيعة أن أنت في وقت ما يكون فريق النجم وهو بيهاجم وعايز يهاجمك وعايز يعوض الخسارة أو الهدف أو الهدفين اللي حرزوا في الدقائق الأولى أنت كان عندك واحد في نص ملعب هو طبعا معامل السلية بيقوم بدور مهم جدا جدا هو تكسير هذه الهجمات قبل الوصول لخط دفعنا بالإضافة طبعا سعد ونجيب كانوا هايلين بشكل مميز جدا لكن رامي مبارح تقلق على نفسه بشكل كبير فبالتالي كل التقدير لرامي مبارح وأيضا صالح أيضا مؤمن اللي كان متقلق بشكل كبير وكان في كل هدف كان لمسته موجودة في كل هدف كان متميز جدا مؤمن يعني كلام كتير أنا مبارح وأنا بتفرج على المباراة كان قبل المباراة كان فيه أسبوع كده احنا بنتكلم فيه عن المباراة كان أصدر بالمعاطي زكي معي هنا كان بيتكلم